طيب أنا عايزة كمان هقول لك حاجة بصراحة موراق الطبيعة عمل رائع وعجب ناس كتير. بس هل ده هروب من موضوعات اجتماعية في زمن احنا عندنا زمن صعب وعندنا موروث وحاجات طرقت علينا كتير وخلينا من غير ما نتكسف حاجات كتير في المجتمع بأخلاقه حاجات كتير اتغيرت. وكتير احنا بنتداق منها وكتير بنواجهها. أما روح لموضوعات زي من وراء الطبيعة أنا بابعد بقى ورايح دماغي لأنه مش عارف حل الخناءة المجتمعية دي. لا مش كده. ولا أنا عايز النوعية الفنية ودماغي عايزة تروح لل. لا هو هو ببساطة. هقولها لك ازاي أنا كإنسان ممكن أبقى فيه وقت عايز أكل فيه واجبة تقيلة جدا وفيه وقت عايز أكل فاكهة وفيه وقت عايز أكل شوكولاتوية. يعني فيه فيه. أنا عندي أزواء مختلفة أنا موراق الطبيعة ده مشروعي من وانا طفل. لأن أنا أقت أول كتاب قريته برا كتاب مدرسة كانت قصص موراق الطبيعة وبحبه من وانا طفل. وحبيت طول عمي نفسها المشروع ده بالطفل اللي جواهي اللي كان بيقرأ موراق الطبيعة وهو صغير بالليل ومش عايز يتفين نور وعايز يقرأ آخر يخلص الكتاب قبل ما ينام. فأنا جواهي سوفت سبوت أو حتة جواهي نقطة ضعف كده بحب الموراق الطبيعة جدا وحتى لما جيت عاملها بعد ما كبرت أو غموض أو تشويق فيها تطهير للنفس أكثر فيها أفكار فلسفية فيها أفكار مجتمعية شوية. هل الناس بتؤمن بالخرافة بدون فكر؟ هل الناس بس ما بدعيش أن المسلسل عميق يعني بس قصدي أن المسلسل بيمثلني ويمثل زوئي من وانا طفل لحد ما كبرت. وحتى شخصية رفا تسمعين نفسها بطل المسلسل لما جينا نكتب المسلسل حاولت على قد ما أقدر أتماهى معها وحط فيها حاجات مني مش بس من بطل الروايات علشان أحسن أنا بعمل حاجات ومثلني برضو. بس هو مورد طبيعة مشروع بحبه وحيز أكد أنه في مشاريع غراضها المتعة أهم حاجة. سحنا أنت تمتع الناس برزاق